هاي كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحمل رح حاول أحكي عن الأحوال العاطفية لإلك يا برج الحمل رح حاول أحكي عن مشاعرك مشاعر الحبيب نوايك نوايه رح حاول شوف يعني شو قصتكن مع بعض وكذلك رح شوف يعني مستقبل العلاقة إلى أين يقول وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكريب لقناتي تدعموني وما تنسوا تفعلوا جرس الإشعارات ليصلكون كل جديد بحطو التاني شغلة بتقول على أنه هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية يعني هذا الكلام حكيته مرات عديدة بس وكل مرة أسأل عليه بالكومنت وكي يعني هذه القراءة ممكن تكون عكسية وحتى أنه هذه القراءة إذا ما حسيت طاقتها تشملك فحاول تشوف فيديوية تانية لأنه أنا بنوية على البرج الشمسي والقمري والطالع برج الحمال بداية عم يطلع طاقتك أنت كأنه أنت واخد يعني منعزل منعزل مهتم أكتر بالعمل بطاقة العمال مهتم أنه تكون مع عيلتك وعم شوف كأنه خلص أفلت أبويب كتير عديدة وخاصة طاقة الحب لأنه عم شوف في موت للعلاقات الحب بالنسبة لإلك كأنه خلص كسكرت أبويب الحب وعم تهتم بعملك بأشياء أخرى من غير العلاقات لأنه ما شفت منها إلا الواجهة على ما أظن يعني عم شوف كذلك حتى طاقت الشريك أنتم متخاصمين مع بعض ما تحكوا مع بعض وعم شوف الشريك كذلك ما عم يحكي معك كتير زعلين عم يفكر فيك هذا الإنسان وعم شوف حتى على أنه عم ينتظرك يعني في احتمالية أنه يكون بينتظرك يعني يريد خطوة منك أنت يا برج الحمال عم شوف كذلك حتى أنت بالنسبة لإلك مشاعرك نحو هذا الإنسان في خسارة خسارة لهذا الحب يعني أنتم حاليا مفترئين ليش كل القراءات بتطلع فراق ما بيعرف ليش بقى قليل أجد قراءة تحكي عن عن الناس المتصالحين على فكرة عم شوف كذلك على أنه أنت حاليا حصص بخسارة كتير تعبين نفسيتك تعبين عم شوف حتى أنه عم تنتظر رسائل من الحبيب أنه يحكي معك أنه يكلمك يكلمك ممكن حتى أنت بدك تكلم لهذا الشخص عم شوف الحبيب حاليا مهتم لأشياء أخرى كذلك عم شوف حتى أنه يتمنى أن تعودوا مع بعض في تمني وفي بيشوف أنه حياته من دونك ولا شي هذا الإنسان بيحبك على فكرة ممكن أنتم شخصيتين عنيدين لأنه أنا عم شوف بيطلع لك كذلك طاقة قنارية لحتى الحبيب وممكن هو يكون من برج الحمال برج الأسد أو برج القوس يعني تنينتكن عنيدين جدا وتنينتكن عندكن كرامة كتير عالية عم شوف الأشياء اللي ما بتحبه أنت بهذا الإنسان ما بتحب فيه خاصية المراقبة لأنه إنسان بيراقبك كل مرة بده يسأل عنك ممكن بياخد تلفونك يبحث فيه عنده هاد الصفة ممكن أنت ما بتحب هادش يعني حتى ممكن يكون شكاك جدا وما عطيك حرية أوكي ما عطيك حرية لإلك وهذا الشيء يزعجك أنت يا برج الحمال عم شوفك كتير ما بتحب هذه الخاصيات أو هذه الأشياء بشريكك حتى من تاحية الأشياء الإي جي بي اللي أنت عم تفضلها فيه عم شوف على أنه هذا الإنسان عم يجلوب لك استقرار بحياتك ممكن يكون كذلك من أبراج التور من أبراج التورابية اللي هي التور والجدي وحتى العذراء وارد جدا حتى يكون منطقة العذراء كذلك عم شوف على أنه بالرغم من أنه بيسبب لك ألم وجرح وكل شيء بس هذا الإنسان عم تحبه كل مرة عم تنتظره ليصالحك ممكن هذا الإنسان اعتدت أنه هي صالحك كل مرة عم شوف حتى بالنسبة له الأشياء السلبية اللي ما عم يحبه فيك على أنه كأنه بتحط حواجز بينك وبينه كأنه بيحصك شخص عنيد جدا وشخصية صعبة الفهم كل مرة عم يحاول أنه يفهمك بس ما بيعرف يفهمك أبدا بحس أنه شخصية كتير صعبة وبتحط حواجز بينك وبينه حتى الأشياء الإيجيبية بيحس أنه سندتك في كتير مواقف بالحياة كنت قدع معه كنت شخصية لطالما وقفت معه حتى بالهفاوية تبع الحياة كنت شخصية قوية معه وكنت شخصية لقاها لما كان تعبين لما كان بقتعس أيام حييته وكن بيلقاك حده حتى أشياء ممكن أنت يا برج الحمال بدك بداية جديدة مع هذا الشخص أنه تخلصوا كل المشاكل اللي بيناتكن خلاص يعني تحاولوا تلاقوا حلول بيناتكن عمشوفك في رغبة أنه تلاقوا حلول بيناتكن حتى الشريك عمشوفوا كتير تعبين كتير منكسر برغب أنه بيبين أنه قوي وبيبين أنه مو على باله بيهتم بأشياء أخرى بس هذا الإنسان بحبك من قلبه وكذلك في نية أنه ترجعوا لبعض أنه تصلحوا الأمور عمشوف حتى بدوا يعني نيتوا أنه تتزوجوا في نية للزواج يعني مستقبل العلاقة ممكن رح ترجعوا مع بعض بس هذه الرجعة رح تكون بعد يعني ممكن تلتقوا صدفة وممكن يعني ما محدي الله ممكن ما مقررين أبدا ممكن ما حددتوا أنه تلتقوا مع بعض بس صدفة رح تلتقوا مع بعض وكل واحد رح يشعر بمشاعر كثير جميلة تجاه هذا الإنسان وممكن إذا حتى أنت واخد موقف من هذا الشخص فعم شوفك عم تتنازل بشدة وعم تعطيه فرصة لترجعوا مع بعض يعني خلاصة الأمر بهذه القراءة أنه في افتراق بينتكن كل واحد عم يفكر بالآخر اتنينتكن عنيدين اتنينتكن عندكن خصال حلوة خصال جيدة كلتكن واتنينتكن بدكن ترجعوا العلاقة إلى ما كانت إليه وعم شوف محد الصدفة رح تلتقوا ورح ترجع الأمور إلى ما كانت إليه على أنه أنتو نية تكون صادقة حتى لو كانت كنتو عصبيين اتنينتكن حتى لو كنتو في كتير أشياء سلبية بالشخص بالعلاقة بس أنا عم شوف النية صادقة عم شوف للناس العزيب هل في عودة شخص أو في حدا جديد لا عم شوف حدا جديد أبدا عم شوف فقط أنه بتتذكر خييني كانت من الماضي خييني أتعبتك خييني ممكن كنت بتحب شخص من برج مائي وهذا الإنسان خانك ممكن حتى يكون من برج ترابي عم شوف في تفكير فيك التفكير عميء لتجاه هذا الإنسان حتى أنا عم شوف أنه نصيحة التاروت أنه تهتم أكثر بأشياء متعددة أنه ما تهتم بهذه العلاقة أبدا لأنه ممكن هذا الإنسان حتى ممكن كان بعلاقة سلسية معك وكان عم يخونك أنا عم شوف أنه نصيحة الورق أنه ما تهتم مكتبا وما تعطي لهذه العلاقة فرص كتير كبيرة حاول أنه تسكر أبوابها وتشوف أشياء جديدة ممكن تهتم أكثر بالعمل تهتم أكثر بأشياء جديدة أكثر ما تتذكر الماضي رح أخذ نصيحة لقون أو رح فسر أكثر بالأوراكل كارد بيقلك أنه لازم تكون صريح مع نفسك وتقول اللي بقلبك بيقلك أنه دعا ويتك وصل ويتك قبلت و رح تجتمع مع السلمية تبعك هذا وارد أنه بهذه القراءة أنه أنت مع توقم الروح لهيك ما قادرين تبعدوا عن بعض لأنه عم شوف في خصامات بيناتكن بس ما قادرين تبعدوا عن بعض وعم شوف على أنه دعواتك رح تقبل و رح تكونوا مع بعض ممكن هذه الصدفة اللي رح تقع بيناتكن هي اللي رح تجمعكن كأنه شيء من السماء رح يجمعكن شيء قادري مو بييدك ولا بييد أحد بيلك لما يكون عندك أمل وترى الحياة دائما بالأمل و يعني الحياة أكيد رح تعطيك رح يعني رح تعطيك على حسب نظرتك لإله إذا أنت متفائل و دائما نظرتك إيجابية للحياة يعني العالم والكون رح يعطيك بهذه الطاقة إذا حسيت أولا كانت طاقتك سلوية أكيد رح ما يأتيك بالحياة إلا السلبة لأنه في قانون جذب و كل ما منفكر بشيء إيجابي كل ما حصل كل ما منفكر بشيء من السلبة أكيد رح يحصل همشوف أنه مو سياكل يعني في بداية جديدة رح تحصل بحييتك كأنه فرصة رح تنعطى لهذه العلاقة لتحاولوا تعملوها يعني تصلحوها أكثر أوكي لأنه هادي توقم شو عليه أو توقم الروح توقم الروح دائما بيعود ويرجع يعود ويرجع لأنه روحك متصل بهذه الروح كمين عمشوف في solitude يعني لأنه أنتو هادي بتطلع لما يكون في فراق في ابتعاد وهذا وارد بهذه القراءة في ابتعاد عن الحبيب هادي اللي بيطلع بورق التاروت بتمنى أنه تكون حكيت عن طاقة الحب أو طاقة العاطفة بتمنى لكم كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا للعايك والسبسكوة بالقناة